اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للفلسفة السياسية تعددت الكريتك النقاد قال لك باليستان سيتينوفر فيلوزوفيك وكان النقاد يقول لك نو هذا موش نص فلسفي هذا نص أدبي سياسي معارث السلطان وإنما هذا النص يكون كم نفرح كم نفرح كم نفرح؟ کیه كان لست موشن في العصرق؟ أجبت لك مونتن مونتن يقولون يقولون اشتركوا في القناة سيدنا وقت طفايرهم الحمي ميابيناتكم غلوم بارسكو سيتيه لي بارسكو سيتيه مو لأنه هو وليأنني أنا donc c'est la rencontre de deux grands penseurs بعد كي عندما توفيا إتان دولابويس قنمي توفا إلا لغي لأفر تعو لمكتابة تعو كل المخطوطات تعو والرسائل تعو المنتان المنتان هو الذي نشارا هذا المقال لماذا لماذا اخترت لكم هذا الكتاب لأنه يطرح إشكالية نعيشها في الوقت الراهن إشكالية هو إتان دولابويسي سؤالين مهمين السؤال الأول هو وعليه في أكبرة من الناس ترضخ وتقبل العبودية السؤال الثاني هو لماذا شخص واحد لا يملك من القوة إلا القوة لنعطيها لحنا يقدر يتحكم في مصيرنا جميعا بيان سور تبريرات وادلة وتحليلات فلسفية وتاريخية جبها إتان دولابويسي في هذا المقال يبدأو مقالهو بيهاتيه لجوملا وضع من قبل لا يملك من قبل لازم يكون على دغار وحد فريد وفي ذلك في ذلك في ذلك يتنطل على بو سيجال تمنيتو لو أنه توقف عندما قال إنه ليس بان دعوة 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 هذا مكان لأن الانسان يولادو بفترة الحرية وحدمت حكم فيه سيلي سيليس لدي إنه ليس بان دعوة 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 سيليس 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 ورين دعوة مه مه تندس كأك بس دعوة اوでき combustion او دعوة 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 إنه ليس بان دعوة 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 عندما واحد يسمى متر سيدي رئيسي ملكي أميري هذه الفكرة عند دولابو يقول في الدكتور تأوليس أنه أضاف لم يكن لدينا عدة أمارة أو عدة حكام أو عدة مولوك أو أسياد لا لا سيد وحدك فينا قال لك أن ندبلها ومبعد أضاف في الوقت الرحين أريد فقط أن الناس يفهموني هذا السؤال تأتين دولابو يسي لأن هذا المقال كله أسئلة كمون يستم guilty لكل للدين كيف يقبل اللحسي؟ كيف يقبل اللحسي؟ كيف تقبل اللمودن؟ كيف تقبل اللحظي؟ كيف تقبل الغطب؟ الغطرسة والديكتاتورية شخص واحد هذا هو مربط الفرس في مقال واذا فقائلا كينة دو بيسونس كسيل كون ليدان ولا يملك من القوة إلا القوة لنعطيها لوحنا أن يصبح متجبرا علينا نحن لجعلنا جبار أن يصبح متجبرا علينا نحن لنحنين حتى يتجبرا علينا وكما قيل أنتم الذين تبنونا دكتاتوريين تيوك دطant qu'ils veulent bien l'endurer et qu'il ne pourrait leur faire aucun mal s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire chose vraiment surprenante إنه لأمر محاير c'est de voir des millions de millions d'hommes misérablement أسربي أمر محاير أنك أترى الماليين من الماليين من النس دورهم من حنيا وهم في عبودية تامة وهم في عبودية تامة وهم في عبودية تامة من الماليين وهم في عبودية تامة وهم في عبودية تامة أسربي 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 ذلك الشخص لكنه ركع الماليين بوميدي بنظره ركع الماليين وقتل الماليين ونفس الشي دربوا تفلقا ونفس الشي روي يدير تبون بالتليفون روي يدخل في المئات من الجزائرين إلى السجن وانبعد عندما يكتبوا التاريخ يقول لك أنا خاطي سيلي أجهزة الأمن شكونا لو حاكم إجهزة الأمن شنغرحة دياريس سكوريتي ميليتار شكونا في آخر المطاف دائما تلقى شخص واحد ينحني له الكثير ما عنده حتى قوة سوى القوة لعطيناها لحنا تالي پورتان لفابلس ديزوم إنها ورب الكعبة ضحف الإنسان سنت Carك منmana ويمدك سم given يستغرر المتسان سي Hopkins سي Iranian أنmens قوم بีس عندما يكون هناك شعب انشان بدا کی قوة السلام نحن نشعبون ن sugars نقبل ن Bernadotta ورانا نقبلينه بقلب رحب قابلين أن هذا النظام يفرض علينا שركة طيران وحدة نسلكوا مpering لان نضيروا فياش لر loose قابلنا ورانا نشوفوا بعينينا باللي كان النفس الشعوب يديروا لامام دستانس في طيارة واحدة عندهم المام سيرفيس بصن أورو وقابلنا رانا نشوفه باللي ما كان حتى بلاد في العالم يكوبيوا انترنت على ولادهم عندما يديروا امتحان احنا يقابلنا وفي نفس الوقت نقولوا باللي إلي او كان بيك يكوبي انترنت مشينو التسرع ونقبلوها ونقولوا يا ربي وما يسكرهاش سبعيام يسكرها خمسيام بكاو خلاص بباك وعليه مزلت الدفقة انترنت ضعيف ونقولوا وعليه الانترنت ما ولتش على كو هيا لماذا قطعوا علينا الانترنت يقول لك لانا ولادكم يغشوا اذا كانوا ولادنا غشاشين لا خير فيهم ولا خير في الباكالوري راح ينتمدوا لهم لماذا؟ لانا هم جابوها بالغش واذا كانوا ولاد يقراوا ووحد يغش مشي تنحي انترنت لشعب كامل ولي مؤسسات اقتصادية كاملة ولي البنوك كاملة وهذا دليل بلي بلادك مش تمشي بالتكنولوجيا الحديثة وهذا دليل على ان السيد يرانا خايفين منه يكذب هذا السيد لي وسموه القاضي الاعلى في البلاد خان الوعد واحد صاحبك عندما يخون العاد تقول لي متهضرش معاه يقولوا ماذا كي يخون العاد ما عندوش كلمة ما بيلكم في رئيس عندما جاء قال لكم ترام من تام الراست حتى للزير يمشي بالتي جي في يمشي بالتري سيتي مكهرب ومفف في الويفي وفي الكليماتيزور لم ينطلق بعده هذا القطار من تام الراست ولا احد ينتظره في العاصمة ورانا قابلين ما قلناش وعليش هذا السيد اللي هو اعلى قاضي في البلاد رو يكذب رو خان العهد عندما اعتلى سدة الحكم قال لنا الباك الجاي ما كانش هذه قطعة انترنت شنه هذه قطعة انترنت هذا تخلف شنه احنا نجيبوا اجهزة حديثة للتشويص على الهواتف اللاسلكية قالوا الاعلامي قالوا قلوا بعد اختار دي باك بروشان عدنا كلش باش من قطعوش انترنت عن الناس جاباك وراباك وراباك وانترنت مثل تقطع وهذه اهانة للجزائري ولسورتها عبر العالم أن الرايس تتحدد في الناس كان كون كيكوخ نهار دات الكونكور عافت رح يبلياني نجري وانا كون باسكو الناس شام يقرأوا داو الكونكور وحنا مديناش لماذا؟ لاننا ولاد الشعب حتى وان كنا نقرأوا خر منهم دوك ولادهم الان ورم يخدموا رم يخدموا في المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية وديكادو في الانستيتيشيون انترنسونال وليز اوغانيزاتيون انترنسونال وولد الشعب اللي كان يقرأ خر منهم وش راو يدير؟ راو يخدم في النوتيل في الليل باش يسلك القرية تاعه في باريس والله في روما والله في لندن والله في موريال لماذا؟ بارسكو اللي بورس يمدهم غير الولادهم اللي كانوا هو ما يترشيو طلعتنا الصحف البارح واقرتها مديرية الامن باللي كان ديبوتي الاجريان مد الأجوبة لابنه والله ابنته راح اتعى قبل بيام هذا موش خاطير لماذا؟ لانه يحدث دائما في بلدنا الأخطر هو أن المسؤول في الدرك هو لدى الظرف لمسؤول المركز ومن هنا ومن هناك المسؤول المركز لكن Il ne faut pas s'étonner qu'elle serve Mais bien déplorer sa servitude Ou plutôt ne s'en étonner Mais ô grand Dieu لكن يا رب Qu'est donc cela ? Comment appellerons-nous ce vice ? Cette horrible vice ? N'est-ce pas honteux de voir un nombre infini d'hommes ? C'est honteux Non seulement obéir Mais romper Non pas être gouverné Mais tyrannisé Non pas être gouverné Lakin N'ayant ni bien Ni parents Ni enfants Ni leur vie même Qui soit à eux La شيء Et ne leur vie même Ne oulaient Ne dennir الأسئلة المهمة ويقول إتين دولابو إسي كون مات دو باري دوتر 50.000 أم en عم كون لي رانج en باتاي نجيبو 50.000 جندي من هنا وخمسين ألف جندي من هنا ونخليهم يديروا القرى بالسلاح ومبعد يخلص السلاح يوالي ويحاربوا في بعضهم بيدهم هذا الجناح يحاربوا على الحرية تاعوا وهذا الجناح يحارب في هذا باش ينحيلوا الحرية تاعوا باش يحارب قلب ورب كما نقوله الذي يحارب على حريته طبعا هو الذي سينتصر لماذا لأنه على باله كان ما يربحش راحت له الحرية تاعوا وراحت له الكرامة تاعوا دوك أوتوماتيكمون الإنسان الذي يحارب على الحرية تاعوا هو الذي ينتصر موش الذي يقبل الذل والصغار ملايين الدكتاتوري والطاغي الحاكم الطاغي يجين يحيلك نص دارك تفرح تقوله ومدليش نص الأخر عندما ينحونا أنترنت سمانة في العام تفرح باشكو عندنا أنترنت بقية العام عندما يكفيونا الماء نهار في السمانة أو نهارين تفرح باشكو عندنا الماء في الأيام الباقية عندما يخدموننا طريق لو طروت تفرح بسكو عندنا طريق وطروت قالوا كل يقتلوك اللعب تعلموا لدي يا ربي يا رحمه تخل في حفراء وخبط في بوتو مات لو المير خدم خدمتو وكريت طريقة ديك وصلتو إلى مو يا ريم عذبة الآن رحمة الله عليه ربي رزق أهله الصبر والسلوان كان ما داروش هذك البوتو في نص الطريق ما تخبطش فيه الطموبيل لكن احنا نقدر الله ما شاء فعل مكتوبة رضينا أن يكون هذا الذل والهوان حياتنا الدائمة وحياتنا التعيزة شكول دارها احنا شكول ابنها احنا شكول دارنا احنا مقهورين ومقبولين وولنا من ديفوندي وش حرية تعنا احنا لأننا بالملايين ونخاف شخصا واحد سمتنا بطان كدوز يو هذا الحكم ليران نخاف منه هندو عينين وزوجوذنين دمان عين دوزوجوذنين هندو عين دوزوجوذنين دوزوجوذنين والديكتاتوري أسئلة منطقية جعلت من هذا المقال مقالا تاريخيا وفلسفيا بامتياز اشتركوا في القناة عندما يتعفن الجرحوش لزمت دير تزمت قطعو et peut-être اجتور de vouloir donner ces conseils au peuple وربما راني ينضيح في وقت عندما أعطي هاتي النصاح إلى الشعب مضيعتن للوقت لماذا لأن لابلي الكرابل هذا الجرح متعفن qui depuis longtemps semble avoir perdu tout sentiment du mal qui l'afflige ce qui montre assez que sa maladie est mortelle عندما يصل الشعب إلى نقطة لا يفكر فيها إلا في الأمور التي يفكر فيها الحيوان طعامه مأكله ملبسه منامه صالة على فانديم ونسي أهم حاجة خلق لأجلها الإنسان الحرية لعلي أضيع وقتي هنا عندما أعطي هاته النصائح إلى هذا الشعب المحتوه المنوم المخدر يقول Etienne دولابو ريزان كالانجستيس عندما تحكم واحد تنحيل الحرية عندما واحد تظلم الظلم أسكري يرحك أسكري يفرح يحس مقهور يكون محبط يكون مدمر يكون حزين لماذا؟ لأنك ظلمته لأنك نحيت له حريته ودولابو يقول لك بل الحيوانات خذوا أي حيوان جيبوه حتى الحيوانات التي قبلت أن تعيش مع الإنسان في أول وهلة دائما تهرب منك لماذا؟ لأنها متمسكة بالحرية تاحها فما بالك بالإنسان الذي خلق ليعيش حرا أبديا قال لك شوفوا العود العود يجيبوه بش دخل الليك يري حتى الليك يري هذيك سوف تقيه من حر الشمس ومن برودة الشتاء وفيها الماكلة وفيها الماء ما يدخلش لماذا؟ لأنه صوفاش ويحب الحرية تاعه المقنين اللي لانا ربيو فيه المقنين الزين ما يقبلش تدكو فيه سجن حتى وين كان لاكاش دوري جبلو وينكاش بالذهب ولا بالديامون والله ما يقبل لكن تقول لي ذو كوكين واحد المقنين أو يتبرع فيه صاحبه يغني له يبعدون لنا أبخي كوا؟ وكلوا شربوا وقالوا بليني صاحبك حتى أصبح هذاك المقنين كي هذا الشعب يرى وقابل الذل يقول بلي أنا نقبل هذا الذل وكلوا نشربون أنا مع صاحبي لكن في أولي وهلة مستحيل أن عندما تفتح اللي لكاش يريح فيها يهرب طبعا يهرب لماذا؟ لأن الحرية هي المنطق إرادة الناس والمخلوقات في الحرية هو المبدأ سوني بولنفيرس إحنا أولا وجوه يقولون أقبل بالعهدة الأولى لماذا؟ لأدها سلم المصالحة أقبل بالثانية لماذا؟ لأنها الاستمرارية أقبل بالثالثة لماذا؟ لأن هذه أخر من يقول لنا الإرهاب أقبل بالرابعة لماذا؟ لماذا؟ لأننا أولينا بيان عندنا 100 مليارد دولار وإحنا هي قوة ضاربة يهو بس حموش ما هدرش الرئيس الوحيد الذي ما هدرش كلمة ما دفعش عن المشروع التاع للعهدات الخامسة وقلبنا الرابعة والخامسة وقلبنا رئيس لماذا؟ لأن هناك أناس يجيوا يقولوا لأناس باللي هو ربنا وإذا خرجنا من هذه العبودية سوف نذهب إلى النار سلالوا ويحيا وش كان دور تاحهم يجيوا ويقولوا لنا باللي بوتفليقة هو ربنا وإحنا قبلناها ولينا نقولوا وني أمني بيلي ولينا أنصر كما قال دولار بويسي نسحورين شخص واحد على كرسي المتحرك هو ربنا كما كان الحكام الأبديون تاريخيين في فلاقرس أنتيك كانوا يجيبوا يقولوا لهم باللي الضرر تاعنا هو اللي يفاو جيرير دو يفاو بيغ مالادي الضرر تاع الأرتاي هو ينحي لكم الأمراض تاعكم والله والمصريين يامنوا حتى أن منهم من قصوا هذك الأرتاي وليو يعبدو الأرتاي السبوع الكبير تاعو وليو يعبدو لأنه فيه الباراكة لذلك المستعمر عندما يدخلوا إلى بلدين كبلدين أو جدير أسس للزوي ليس زوي تاع العلم والقرآن والفكرة لا الزوي تاع بودفليقة وتاع مسعود وخليد مسعودي وتاع الحنى والملح يمدنهم لزنفلوب لماذا؟ لأنهم يقتلون في الشعب أسماسمة فيهم الحب للحرية يجب أن يقول الإنسان يكره الحرية ورئيس تبون ذهب منباطحا إلى شيخ من شيخ الزوايا وقال له سلم عليه ابو تفليقة قالهم سلموا عليه وسلم عليه لماذا؟ لأنه باركلوا بشوي واللي رئيس بعده وكان له ذلك فأصبحنا كالعجائز نؤمن باللون الأخضر أو بلحروس أو سيدفلان أو سيدفلتان هذه الأسئلة التي ترحاها تيان دولابو إسي لكن في حالي هل يتكلم لكيظر ومن ثلاث أين كالعجس وسيدفل أنه نؤمن تزدر أن يتم أن يقول أنه بشترك ومن ثلاث نسلم on نسلم بشترك نحن نو لد بحرية نحن دولا نحن نو لدو بحرية نحن نو لدو بحرية نحن نو لدو بحرية بإرادتنا في الدفاع عنها ما أجملها من جملة الملايين من الناس ينسوا أننا ولدنا أحرار وولدنا بهذه الإرادة للدفاع عندها ما أسس له الحراك أننا ندافع عن حريتنا ندافع عن مادة مهمة في دستورنا تقول بأن الشعب الشعب مصدر كل سلطة نو ولو يقولون نو تبون الذي يدخل ويخرج من السجن من أراد أنا أحي وأميت عندما تدخل شابا من الحراك إلى السجن قتلت قتلت فيه حب البلاد وقتلت فيه كل أمل وقتلت في أمه أي إرادة كل إرادة في الحياة إذن تبون يحي وأميت ديكتاتوري بسلاح يجي لبلادك بيحكم لك بلادك كما داد فرنسا في بلادنا وليو ديكتاتوريين ودوانا الاراضي تعنا دوانا الخيرات تعنا لحد الساعة سوكي لان اكيه بالدروات دوالا غير سي كنبورت اون لسي تخو بيان اون لدي اذك ريزان كم ام باي كنكي بود فليقاس تعمل نفس الفلسفة وكأنه في بلدين كنكي في بلدين مستعمرة جامي هدر مع اعلامي جزائري جامي دار انتربيو مع صحافي جزائري دامي حدر مع برلماني جزائري جامي راح خطب في البرلمان الجزائري جامي التقى اديب جزائري التقى مع كتاب فرنسيين التقى مع اعلاميين فرنسيين التقى مع الامباسادور tous les ambassadeurs pendant des heures et des heures ربع سوية عقبها مع ambassadeur يهدر في التليفون مع مرة خمس سوية وكنا نعبدوه ولا مرة هدر مع اعلامي جزائري من الفنانين الفرنسيين الذين كانوا يجيوا يدوا الفلوس في بلدنا منهم المخنث ومنهم اليساري ومنهم اليابيني ومنهم الوسطي يريح معهم ربع سوية ويقولهم كنجنا نتبعوا الاسطوار كرنا دي فرنسي كيما دوما إلى استعمل بلدنا كوكأنها مستعمرة وعلى خرش خللنا خللنا ثلة من الفيوات نصهم في الحكم ونصهم في الحبس دو كيني الناس يختاروهم الناس حكام طغات يفوتوا عليهم الناس كيني انطغات يجيوا بالسلاح وكيني انطغات باش يجيوا بالوراثة بوي كان امير نولينا عليكم امير حتى وين كنت أنا من سواله رفعت هذه القوة مع الحليب وانتو ما وليتوا مي سيجي كل ما كبرتنات وليوا تكبر فيكم حبي كحبكم لابي الامير دو كيات طروا تيب تعتوها تث أصناف لينفوتوا عليهم لهذه السلاح ويستعمرون ولا بالوراثة حتى احنا يقول جو اتيان دولابويسي ولينا نرضعو الذل كما يرضعو ذلك الدكتاتوري الدكتاتوري يرضع القوة والهيمنة والملك وحنا نرضعو في الذل والانبطاح والصغار والهوان هل يبطيكم بطاذ 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 لا تتعرق حتى ال� salvation أثناء بعض الناس هبب ، ان في الغد يمكننا ان يتعرف المزيد هؤلاء هؤلاء نسبة لنفس المهن له أثناء فلا تتعرفون يمتلك لن يتعرف من المهنطة عرض حتى أنه ليس آخر فريقا فقط أن أتحسن على رأس فلسفة وفلسفة وانهما يريدون أن يحصل على المساعدة أو يحصل على المساعدة فلسفة سيارة فلسفة سيارة فلسفة سيارة ماذا سيارة؟ ما سيارة؟ نُلْ دُوْتَ قِلْ نَيْمَسْمُ نَيْمَسْمُ لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى العبودية طواعية فَكَانَ اسْمُ هَذَا الْكِتَابِ وَهَذَا الْمَقَالِ الْعُبُودِيَةَ الْمُخْتَارَةَ مَنْ عِشَهُ لِيَوْمَ فِي بَلَدِنَا؟ disons donc que si toutes les choses auxquelles l'homme se fait et se façonne lui deviennent naturelles cependant celui-là seul reste dans sa nature qui ne s'habitue qu'aux choses simples et non altérées ainsi la première raison de la servitude volontaire c'est l'habitude أول سبب للعبودية المختارة هو l'habitude ou la tenna عادa l'afelan هو المرجعية السياسية في بلادنا هو الحزب الواحد وعلى تخلق l'udouzien يقولهم وعلى ديوجود دول حبس طروازين يقولهم oui فيها banco ونسلي جيو مورا oui wiev la felan وذك عادنا 850 الف من خارط في l'afelan 60 سنة بعد الاستقلال وال'afelan اسمو le front de libération nationale جبهة التحرير الوطني هل الجزائري في 2022 محتاجة لجبهة لتحرير اراضيها نحن بحاجة الى جبهة تحرر العقل الجزائري فلي بغير l'esprit الجغير وش دارة الafelan كانت تدي لزيتوديو من الجامعات قولوا ما يندكم اكسكورسيون باش تفرحون نعطيوكم صندويش فورماج وكاشير وملفايا وقرع فونطا لابيبسي ويلقوا روحهم في في اميتينك بوليتيك تاع سلال ولا تاع ويحيا ولا تاع حزب العمال نعم رئيسة حزب الحمال الابدية كان التوفيق يعمر لها لكار لبيوس ويجبلها للنس طاحت توفيق وهبط توفيق وتخل الحبس ويدخلت الحبس وولد ذكا تلتقي مع تبون للم الشمل ونحن رأنا قابلين دي ماذا لأننا تعودنا أن نرى هذا العجوز الشمطة رئيسة لحزب العمال حزب العمال في أي بلد قوة ضاربة في المشهد السياسي حزب العمال في بلدنا حزب ما يدفون دي غير صالير يدفون دي غير سميق يدفون دي غير حقوق العمال المهضومة هذا ما كان ما يخلقش الفكرة ينفى ما يغيرش موازين القوى في المشهد السياسي الذي كراضين عليها سواء بالتوفيق ولا بدون التوفيق العادة اعتدنا على هذا النظام البائس حاجة نعرفها أخر من حاجة ما نعرفهاش قال لهم الحراك لازم يروحوا وقاع ولو يقولون مش لي هذا السؤال الفلسفي ويقولون مش ليش كل يروحوا وقاع ومش يروحوا وقاع وعلى فلسفية ثم على بالكم بل يكون الفاسد مفسد يروح سيستام فاسد يروح هذاك سرق يروح هذاك مسرق شي يقعد خلاص pourquoi vous posez la question والله الحراك finalement a posé les mauvaises questions au mauvais moment non c'est vous qui avez une mauvaise analyse et une mauvaise appréciation tout le temps لماذا لأنكم تعودتوا على بقاء هذا النظام هل تغير شيء في بلادنا هل تغير هل تغير هل تغير DE نظاف التقenn品 لماذا le virus نظاف نظاف الهول يمكنك الانتعابة وتعالى سؤاله البطار ومركباتة وكما يمكنك الانتعابة وتعالى والمجاهدين على سيارة ويواناتها في مجال يجد المجاهدين يجب أن يسمى ونتظيفين وإمعان spontanانه دولة الجزائريين يمكنهم rot credits كل يوم النساء والمجاهدين الذي يشهد رحمة الله عليه وكان الناس جابوا زود شهود ولو مجاهدين ولو عندهم ذو كادي هو اللي يجيب لك الطنبيل لأن الدولة هذه حرمتك أنت لكي تخير طنبيل اللي تحب في البلاد اللي تحب كبرنا مع هذه الأمور كل اللي نقبلناها قبلناها لأننا ولدنا وأننا منحنين للأفلان ومنحنين للكسكيطة لذلك هذا الخطاب مهم جدا بالنسبة لنا لذلك أعندنا لتحققنا المعرace بهذا الشرح وعلى بش يقولوا للناس بلي عندي انفورس سيغ ناتورال عندي قوة إلهية ربانية لازم تخاف منها هكذاك هذو الناس بوتفليقة هو الفورس ديبلوماتيك دع الجزائر يمثل التاريخ العالمي الثائر بومدين كان هو اليد اليمنى التي تبطش كل من يريد أن يمس بكرامة فلسطين والفلسطينيين شكرا لبنجدير كان هو الهوى 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 ديبلوماتيك ماليابل كي مغال الجزار نزار ولينا نخاف من هؤلاء الناس لماذا؟ لأننا لدينا لأنهم قوة جنال تفق شبه جامي واحد شفو ومي عفوش كيف شمدير وطيلة عقديني من الزمن كنا نخاف منو نرهب منو لماذا؟ لأنه رب تزير غوست شبه لأنهم مريك دعوش ستكلم لأنهم ها يتجب على شبه وفي لا تضحكك نوت اللي تخاف منها إذا كنت تؤمن بحرياتك الطبيعيات ولي هذي الأمور الكلون هذا وش هو يدير لي وش هو يقول لي وش إنا تبورنا ويقول لنا باللي احنا قوة ضاربة ولي قدم لنا سلة اللي يقولنا اللي يدخل في الديزويد الحش وكرعية وش من ديزويد وش من ديزويد احنا معناش العين وش من ديزويد ماتر احنا معناش الماء ومعناش انترنت وش من جزائر الجديدة ت 거기なくا لها انترنت وش من الجزائر الجديدة والطيارات ستقوم بالقويب في الديزويد و jemand وانتبورنايلون ماترشين وش من الجزائر الجديدة وأنا متى البي وعمها والالنباسادر Ratherli اكتبوا بالإيحنا لدينا الجديدة بدون الكوفيد الواجدم لها ودير الولايات لجدها د vegan وش من قوة إقليمية القوة إقليمية عندما تولي الباسبورت تاعك لأي جمروكي يقول لك Welcome مشي الهدف تاع الجزائريين يروحوا لطوالية تكرمكم الله للمراحيظ في المطارات ويقطعوا الباسبورت تاعنا ويروحوا يدروا اللجوء سواء كان طالب ولا حراق ولا مهندس ولا طبيب وش من جزائر الجديدة وقوارب الموت فيها الحراق والفقير والغني والأم والإبن والجد والمريض والصحيح والكال لماذا نقول لنا بعضنا لكننا لتبنى نورمال لماذا؟ لأننا احتدنا على هاته المشاهد C'est ainsi que le tyran asservi les sujets les uns par les autres il est gardé par ceux dequels il devrait se garder s'il n'était avilé mais comme on l'a fort bien dit pour fondre le bois il se fait des coins du bois même ما أجملها هامين فكرة قالك باجت قص لحطب لازم تجيب شاقور وفي الشاقور هذك كي لحطب دوقوا لحطب روي قص في لحطب سلالوا يحيا كما اليوم رم وزاراء تعتبون رم يدافعوا على تبون وهم يعلمون بأنه ما يسويلوا إداري لا يفهموا في الاقتصاد شيئا ولا في السياسة شيئا لكن يجي ويقولك مشاريع فخامتها مشاريع الرئيس والرئيس قال والرئيس قال هذك هما الحطب تجيب شاقور لراوي قص في الحطب هل بلهم بليتبون ويدوك في الشباب في الحباس هل شفتوا وزيرتها العدل ولا وزيرتها الداخلية ولا أي وزير يجي يقولهم جودون ما ديميسيون بسكو هذا الرئيس ماعطاناش إشارات إيجابية تجيب شمل لا زال هناك طلبة جزائريين في الحبس نحلبوك أنت والوزارة تاعك نو قابلين ويجيوا نوصلوا مقابلين ويجيوا يدافعوا على مكانة الجزائر في العالم وهم يعلمون بأنه لا مكانة لنا في العالم لكن يدافعوا لهذا الرئيس كما دافعوا لابد فليقة كما دافعوا لزروال كما دافعوا لشادلي كما دافعوا لابد مدين لماذا؟ لأنهم يأكلون من هذا الفتات بَقَيَا تَعَمِ الْمَلِكِ مِلْمَلِكَسْتِينَ تُتْلِي أُنْيَسْتِينَ تُتْلِي أُنْيَسْتِينَ ويحيى من الذي جعل بومدين بومدين أفلان العسكر سيكوريتي ميليتار من الذي جعل التفيق التفيق ونظار نظار الخوف تعنا الانستيتيوشيون ميليتار السيكوريتي ميليتار كل شعب أفنده لا يقبل الظلم عندما تضم بومدين دانك في واحد طالب جزائري أمازيغي قالوها للأمازيغية سوف تدرج في الدستور دانك فيه ليومنا هذا غاب عن الأنظار منذ ذلك اليوم ما على بالهم شو الراحة مسكين 76 75 شباب خرج يهتفوا نريد دولة مدنية ميش عسكرية رم في الحبس ما الفرق بين بومدين وبين تبون ما الفرق بين ابو تفليقة وشدلي بن جديد الذين طمسوا أحلامنا لا فرق بينهم لكننا نسب هؤلاء الناس الذين يحومون من حولهم سلال ويحيا وندو كوم الحبس وهم يلقوا عند المدير تعالى الايروبورت تعالى يلقوا عنده فلوس يلقوا عنده أملك يلقوا عنده الديار يلقوا عنده الديار وش بيكم ويحيا وبع ذهب انتهي يبيعك بيو مات غير راضي عليه لماذا؟ لأنه يعلم أنه كذاب وأنه سراق وأنه صاحب المهمات القادرة لكننا ننسى بأنه الحاكم هو لجباؤ لإنس لأنه يعلم بأنه لكل إنسان فمن كما قال بطفلق نتذرعو الى الساماء ونطلب من الله سبحانه وتعالى تموين تموين de tous nos actes et juges de nos fautes pour moi je pense bien et ne crois pas me tromper que puisque rien لذلك عرب الله البرنة لا يوجد شيئ ان ممكن يرزب ربي كما الظلم وستعبادة اخر جملة اطيان دولابو اسي في اليو ديسكور دولاسه فيه قوالا خير وعلى خير